السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله سعيدة بلقائكم في أول موعد أسوعين أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال أصلي لهم وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين دائما مع فصل الصيف مع الفترة التي بقدر ما هي فترة راحة واستجمام بقدر ما تتأثر البشرة سلبا وتصاب بحروق وتنقلب هذه الحروق إلى تسبغات وهذا المشكل لا يخص النساء فقط وإن كانت وكنا نحن النساء المتدردات الأوائل من هذا الفصل فيديو اليوم يخص النساء بالدرجة الأولى وكذلك الأطفال المراهقين والرجال على حد سواء نحن كنساء تتغير نفسيتنا بمجرد أن يتغير لون البشرة ويتحول لون المورد إلى لون أصمر الأطفال والرجال لا يتأثرون بهذه المسألة لكن عندما يصاب الجلد بحروق فأكيد أن الأمر سيضر الجميع ويصبح مزعجا للجميع والتعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف غالبا ما يصاحبه ظهور حروق خاصة أثناء الاستحمام في الشاطئ أو المسبح والأمر لا يقتصر على اكتساب لون غير محبب بل يصاحبه ألم نعم يصاحب هذه الحروق ألم شديد فصل الصيف هو عكس باقي الفصول يحتاج فيه الجميع لحماية خاصة شيبا وشبابا لساء ورجالا وكذلك يحتاج منا لتدابير جدية صارمة حتى نخرج منه بأقل الأضرار وتدابيرنا اليوم هي خاصة بجميع الأشخاص الذين سيذهبون في عطلة سواء للبحر أو الجبل أو حتى سيكثفون من خارجاتهم بشكل يومي وهي تخص جميع أفراد العائلة فهناك تدابير قبل الإصابة بالحروق وتدابير بعد الإصابة بالحروق الجلدية لا قدر الله إن أصبنا بها فأول احتياط هو التوفر على حقيبة يدوية خاصة بكل شخص يعني منا ثاني احتياط وأول شيء بهذه الحقيبة يجب أن يكون متوفرا بها الواقي الشمسي ويشترط أن يكون شفافا بالنسبة للرجال فالواقيات الشمسية هي نفسها صالحة لهم جميعها فقط يجب اختيار النوع الملائم لنوع البشرة الأطفال يستحب اختيار واقي شمسي على شكل أو على شاكلة حليب وتطبيقه على كامل الجسم طبعا بما في ذلك الوجه إن لم يتوفر فسنكسفي بالواقي الشمسي للكبر ومحاولة تطبيقه على وجههم وجسمهم ككل ثالث احتياط وثاني شيء يجب توفره بالحقيبة هو المياه الحرارية لا تغمال واختيار الحجم الكبير لأنه سيغطي حاجيات الأسرة بأكملها عود شراء حجم صغير لكل شخص فهذا أمر غير اقتصادي أو هذه المسألة غير اقتصادية هذه المياه الحرارية يجب رشها على الأطفال الذين لديهم بشرة بيضاء وجل حساس على كامل الجسم والوجه وكذلك بالنسبة للكبر في حالة وجود حساسية بالوجرة في حالة عدم وجود تحسس الجلد نقوم برشها فقط على الوجه هذا بالنسبة للكبار بالنسبة للصغار فيجب رش المياه الحرارية على كامل الجسم بما في ذلك الوجه بالنسبة للأشخاص أو البالغين فإن لم يوجد هناك تحسس بالجلد عموما فنقوم برش هذه المياه الحرارية فقط على الوجه ووتيرة استعمال هذه الحرارية تكون على رأس كل ساعة في حالة التحسس وكل ساعتين في الحالات العادية وأذكر لجميع أفراد العائلة رابع احتياط وثالث شيء يجب أن تنظره بالحقيبة هو سيكابلاست بوم بيساك الحجم الكبير الخالية من الحماية حجم كبير هو حجم اقتصادي ومكونات هذا الحجم أو هذا الشكل يعني ستساعد على التخفيف من حدة الحروق والالتهابات وفعلا سيكابلاست عن تجارب شخصية وتجارب لزبناء أثمتت جدارتها وفعاليتها في علاج الالتهابات والاحمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والسباحة في آن واحد من بين أهم الأشياء التي يجب التقيد بها أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس وتفادي حروق الشمس شرب الماء بكميات وفيرة وكافية على مدار اليوم ارتداء ملابس قطنية من الأحسن اللون الأبيض وتكرار تطبيق الواقع الشمسي كل ساعة كحماية أو لحماية أفضل وبكمية وفيرة كذلك ارتداء القبعات الشمسية وتفادي التعرض لأشعة الشمس كما أقول دائما أوقات الزروة من الحادي عشر صباحا إلى الرابعة زوالا هذا بالنسبة للاحتياطات في حالة ما إذا وقعت حروق لا قدر الله فوقع ما وقع واحترق الجلد أو أول إجراء وأخذ حمام بماء فاتر بمنظف لا يحتوي على صابون بالمرة وعلى كحول ونقوم برش الجسم والوجه بالمياه الحرارية ثم تطبيق سيكابلاست بومبسانك الحجم الكبير كما ذكرت على الأماكن فقلت المنظف لا يحتوي على صابون أو كحول ونقوم برش الجسم والوجه بالمياه الحرارية ثم تنظيف أو تطبيق سيكابلاست على الأماكن المصابة عدة مرات في اليوم بمعدل أربع إلى خمس مرات يوميا كذلك تفادي الاستحمام في مياه البحر أو الشاطئ لمدة أسبوع بعد الإصابة يجب تفادي استعمال وصفات طبيعية للبشرة لمدة شهر شهر بعد الإصابة والاكتفاء جلواك الشمسي كل ساعة مع تطبيق مكثف لسيكابلاست بومبسانك الحجم الكبير ورش الوجه بالمياه الحرارية كذلك كل ساعة ووضع قبعة من الأشياء الضرورية لتفادي تفاقم الوضع والأهم عدم البحث أو الشروع في علاج التصبغات التي نتجت عن الحروق في حينها بواسطة مواد مبيضة بالمرة بل على العكس يجب الاهتمام فقط بالترطيب الجيد والحماية حتى لا يزيد أو لا تزيد الطين بل لا كذلك من الأشياء التي ترهق البشرة وتدمرها خلال فترة الاستياف تطبيق فيتامين سي والغتينول كذلك اعتماد مقشرات قاسية واعتماد واقيات شمسية ملونة كذلك الاكثار من كريمات الأساس كذلك اعتماد واقية شمسية بجودة ضئيلة وبعامل حماية أقل من خمسين كذلك عدم تجديد الواقي الشمسي عدة مرات باليوم خاصة بعد الاستحمان استحمان إهمال غسل الوجه بعد العودة للمنزل لتخلص من بقايا آثار الشمس كلها أشياء وعوامل تسبب في تدمير أو تساهم في تدمير البشرة وتثبت التصبغات بشكل مباشر على البشرة طبعا أحبائي إن التزمتم بهذه التدبر والنصائح كونوا على يقين طبعا أنتم وأسرتكم كونوا على يقين أنكم لن تتعرضوا لحروق الشمسية حتى وإن وقع فلن تتحول هذه الحروق لتسببغات بالمرة كالعادة أتمنى أن أكون قد وفقت في اختيار فيديو اليوم وأن أكون قد وفيت وكفيت تبتم وطبت أوقاتكم في أمن الله